جذب الاستثمارات وإيجاد الفرص التجارية بين البلدين كانت المحور الرئيسي للاجتماعات التي عقدت بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع المسؤولين ورجال الأعمال في الكويت وعود أعلنتها مصر تمثلت في دراسة إصدار قوانين جديدة تسهل جذب الاستثمارات وإنهاء الروتين في المعاملات لتسريع عملية التنمية الاقتصادية والتجارية بالإضافة إلى إزالة أي معوقات قد تواجه الاستثمارات الكويتية في مصر دراسة اقتصادية متخصصة أشارت إلى تجاوز حجم الاستثمارات المشتركة بين الكويت ومصر 16 مليار دولار خلال العقود الأربعة الماضية بمتوسط 400 مليون دولار سنويا حجم التجارة بين البلدين بلغ 3 مليارات دولار سنويا ارتكز معظمه على صدرات المواد البترولية فضلا عن تحويلات العاملين المصريين في الكويت والمقدرة بنحو 3 مليارات ونصف المليار دولار سنويا وتلعب المساعدات والقروض الكويتية إلى مصر دورا هاما في العلاقة بين البلدين حيث تقدر بنحو 4 مليارات دولار منها ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطات ومليار دولار كمساعدات النفطية ومليار دولار آخر منحة لا ترد كذلك قدم الصندوق الكويتي لتنمية الاقتصادية العربية منذ إنشائه نحو مليارين و 400 مليون دولار لتمويل مشاريع مصرية في مختلف القطاعات وتوقع الخبراء بأن تشهد الاستثمارات الكويتية نموا ملحوظا خلال الفترة القادمة خصوصا بعد تحسن مناخ الاستثمار في مصر نتيجة الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية على جميع الأصعد آملة في أن يجد المشاركون بالقمة الاستثمارية التي تنظمها مصر في مارس المقبل بيئة خصبة لاستثماراتهم